وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل الجاري في تطوير شبكة المواني المصرية بما يتكامل مع جهود الدولة الرامية لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع وزير النقل وقائد قوات البحرية وعدد من قيادات قوات المسلحة عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع الفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أشرف عطوى قائد القوات البحرية وعدد من قيادات القوات المسلحة حيث اطلع السيد الرئيس على تطورات العمل في إنشاء وتحديث وتشغيل المواني على مستوى الجمهورية في ظل الدور المحوري الذي تمثله لجميع قطاعات الدولة فضلا عن دورها في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي عالمي للنقل البحري واللوجستيات وتجارة الترانزيت وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل الجاري في تطوير شبكة المواني المصرية بما يتكامل مع جهود الدولة الرمية لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية على النحو الذي يعزز القدرات الشاملة للدولة ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين